السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومتابعين عرب جيتي أينما كنتم بمناسبة العودة إلى المدارس حبيت تكون تجربة اليوم مع واحدة من أفضل السيارات العائلية بفئتها انفينيتي كيو اكس سيكستي سيارة عائلية سيوفي ذات ثلاثة صفوف من المقاعد وهذه السيارة أنا مش أول مرة بجربها جربتها قبل تجربة تفصيلية بالكامل ولكن كانت من النسخة القياسية اليوم جبت لكم نسخة الفل اوبشنك كيو اكس سيكستي اوتوغراف ورح خبركم بهذه الحلقة ليش هذه السيارة تعتبر من أفضل السيارات العائلية بسم الله نبدأ بأول نقطة أهم عنصر هو مواصفات الأمان عند اختيارك للسيارة العائلية يلا رايو مايا بالمناسبة صهيب مسافر فوكلني اليوم أن يوصل البنات للمدرسة الكيو اكس سيكستي تجيب وسائد هوائية كاملة مع العديد مواصفات الأمان وهذا الشي عنصر ضروري جدا باكتو سكول أما النقطة الثانية المهمة باختيار السيارة العائلية هي المساحات أول شيء موضوع الأغراض والحمولة والعفش عندك أنت الصندوق الخلفي يفتح عن طريق هذا الزر فوق حرف الان أو عن طريق ريموت كنترول بكل تأكيد أو زر داخل السيارة عندك 425 لتر حجم الحمولة في حال كل المقاعد مفتوحة فهذا شيء جيد وقليل من السيارات اللي بس تفتح كل المقاعد يكون عندك مساحة بهذه الطريقة لا وزيدك بالشعر بيت ترفع هذه القطعة شوفي مساحة التخزين فبتقدر تحط أشياء حاب أنت تعزينها عن باقي الأغراض بطريقة جدا جميلة وبتقدر تزيد هذه المساحة من خلال طي المقاعد الموجودة بالخلف بهذه الطريقة وبكل سهولة لتزيد معاك الحمولة ل749 لتر تعالوا نتكلم الآن عن مساحة الجلوس الداخلية QX6C تأتي دائما بثلاث صفوف من المقاعد ولكن الاختلاف هوين إذا معاك طراز الأوتوغراف يكون ذلك الصف الثاني من سميه الكابتن سيتز تسعى للشخصين فقط في مساحة موجودة بين الراكبين أما النسخ الثاني الأقل بتكون عندك البنش فبتوسع 7 ركاب فأنت تختار الفئة اللي بتناسبك بالنسبة للمقاعد تقدر تحركها للأمام أو الخلف أو حتى بتقدر ترجع ظهر المقاعد حسب أنت عدد ركاب السيارة المساحات مش بس ركاب الداخلية أيضا لك مساحات الأكواب مساحة تقزيب المنتصف على الأبواب عندك مساحة بالأعلى ومساحة بالأسفل هاي السيارة فيها ميزة جدا حلوة عشان توصل للسف الثالث وبنفس الوقت ميزة حلوة بتحريك المقاعد أول شيء تحتاج جهدي كبير عشان تحرك المقاعد بضغطة زر واحدة فقط شوف المقاعد كيف بقدم طبعا مثل ما شايفين أنا كنت جالس بالمقاعد الصف الثاني ومرجع ومريح ومساحة ركب أمامي فالمقاعد الخلفي جاي على قدي تماما فأنا بقدر شايفين هو لو شوية صغيرة خلاص أن ركبي صارت تتحرك بسهولة عندك فاصل بين المقاعدين وعندك حاملات أكواب عدد اثنين موجودين بالخلف مدخل للشحن وهي المقاعد أيضا بقدر أثبت عليها مقعد أطفال أو كار سيت تخيل حتى بالصف الثالث طيب في حال أنا بنزل من السيارة هل بحتاج حد يفتح لي المقعد لا أيضا ضغطة زر واحدة بفتح المقعد شوف أدت المقعد بهذه الطريقة أنا بفتحه بسكر ركز معي الفائدة لو كان عندي أنا مقعد الأطفال أو الكار سيت مثبت بهذا المقعد ما بحتاج أني أشيلهم عشان أنا أطوي المقعد وأطلع شوف كيف الحركة تبعه عم يتحرك بدون ما تتغير أي زاوية أو أي ميلان بظهر أو أسفل المقعد فبهالحركة الذكية البسيطة أنا سهلت عملية الدخول والخروج دون التأثير على الكار سيت المثبتة بمقاعد الصف الثالثاني أنا عارف كثير منكم منتظر السعر سعر الانفرنتيك يو اكس سيكستي يبدأ من 255 ألف درهم إماراتي ويوصل إلى 300 ألف درهم إماراتي بنسخة الأوتوغراف الفل أبشن قارن أسعار سيارة الانفنينتيك يو اكس سيكستي بباقي المنافسين ذات العالمات الفخمة وخبرني شي بيطلع معاك في التعليقات وأكيد بعد السعر هتحكولي طب كريم احنا بهنا الضمان الصيانة وهالقصص ضمان سيارة الانفنينتيك يو اكس سيكستي بيوصل لخمس سنوات مفتوح الكيلو متر يعني عندما تمشي بخمس سنوات السيارة بيكون عليها ضمان من المصنع شو بالنسبة للصيانة يا كريم صيانة السيارة بيكون عليها عقد صيانة لمدة ثلاث سنوات هيجي بعض الأشخاص يحكي لي طيب أوكي أنا بشتري السيارة بس انت عارف راجعين من إجازات والآن بدينا في موسم المدارس فعنا دفعات للأطفال والمدارس فحيكون علينا شوي ضغوطات مالية كيف أنا بقدر أشتري سيارة جديدة فخبرك عزيز المتابع أنك تقدر تشتري الكيو اكس سيكستي وتبدأ الدفع بعد أربع شهور يعني أنت حترتاح وتريح راسك أربع شهور بعدين يبدأ الدفع وحيكون عندك تأمين مجاني للسنة الأولى وحيكون عندك خدمة الاستلام والتسليم مجانية لمدة سنتين النقطة الثالية والمهمة جدا أني أنا بشتري السيارة يا أخي يكون شكل حلو ومرتب التصميم الخارجي مهم عند قرار شراء أي سيارة واختار سيارة شكلها جميل في الشارع والإنفنيتي بشكل عام معروفة بتصاميمها فيها لمسات شبابية فيها لمسات عصرية واتذكروا ترازل الف اكس اللي طلع في بداية الألفينات وسوى ضجة بعالم سيارات الاسو في لأنه زمان كان سيارات الاسو في مش جميلة بالتصميم ولكن مثل الف اكس بدأ هاي اللمسات الحلوة اللمسات الرياضية بالتصميم وهذا الشيء عم نشوفه بالكيو اكس سيكستي الجيل الجديد كليا والتصميم في شيء من التراث الياباني وهو ضربات سيف الساموراي وأيضا عندك إضاءات اللي دي عم تشوفون هي متقطعة على ثلاث أقسام الأمامية وحتى الخلفية هذه خلنحكم السوحاء من مفاتيح لبيان هذه أيضا فلسفة انفنيتي كيو اكس سيكستي تتوفر بثمانية ألوان خارجية مختلفة وطراز الأوتوغراف الفل اوبشن نفس المعانا لليوم دائما نيجي بلونين يعني اللون الأساسي للسيارة والنص الأعلى تشوفهم من الأيبلر وانت طالع بيكون لون أسود كيو اكس سيكستي تتوفر بجنوب مقاس 20 إنش مع إطارات يابانية من نوع بريجستون مقاسهم 255-50 نقطة عمية دخول دون مفتاح كروم بكل مكان كاميرات على المراية الجانبية والكثير من التقنيات اللي تعودنا عليها بسيارات انفنيتي النقطة الآن المهمة جدا أيضا بالسيارة العائلية هي موضوع الراحة والعزل والداخلية واستخدام السيارات داخل المدن أو حتى السفر فيها بين المدن أو بين الدول السيارة العزل هيعتبر ممتاز جدا على سرعات مخفضة والعالية حتى العزل عند الإطارات والكفرات الموجودة تعتبر ممتازة أيضا بهمني أنا وسائل الترفيه الموجودة نظام الصوت الفخامة الداخلية انفنيتي تعتبر علامة فاخرة يابانية فتستخدم جلود داخل سياراتها مثل مشافيين ونسخة الأوتوغراف بيكون عندك الجلد أعلى نوع والتطريس بيكون مميز أكثر حتى الشكل المقاعد بيكون مختلف عن الفئات القياسية مثل مشافيين أيضا في بصمة الأوتوغراف على المقاعد طبعا الداخلية موجودة بعدة ألوان سواء البني النفس اللي معانا لليوم عندك بيج فاتح أو حتى أسود وأيضا عندي شاحن لاسلكي موجود بالأمام وبقدر أشبك جوالي على الشاشة في حال كان موبايلك آيفون فبتشبك أبل كاربلي وايرلس يعني بدون شريط أو بدون واير أما إذا كان تليفونك أندرويد فلازم تحتاج شبك عن طريق السلك أو الواير وأيضا عندك نقاط شحن موجودة توصل للصفة الثالث ونظام صوت بوز من 17 سماعة على نسخة الأوتوغراف وعندك نظام صوت قياسي 9 سماعات على الفئات الأقل النقطة التالية التقنيات الموجودة في السيارة أنا بشتري سيارة موديل F24 شوفي مواصفات وتقنيات لتسهل علي الأمور عندي نظام مثبت سرعة عندي نظام نقطة عمياء عندي نظام تحذير من مغادرة خط السر والسيارة فيها فرمن الطوارئ أمامية وخلفية وعندك هيد أب ديسبلي أو شاشة عرض معلومات على طراز الأوتوغراف خلي عينك على الشارع وسوق السيارة سوف نصل لنقطة مهمة جدا شو محرك السيارة يا كريم المحرك المتوفر على QX60 المحرك الشهير من عائلة VQ الغنية عن التعريف لمجموعة شركات نيسان بشكل عام محرك 6 سيلندر تنفس طبيعي بدون أي شواحن سعة 3500 سيسي بيطلع قوة 279 حصان والعزم بيكون عندك 350 نيوتن متر غير السيارة ZF 9 سرعات هذا الغير من ناحية الأداء ممتاز جدا ناعم هادئ كويس في الصرفية وبنفس الوقت حسن من قدرة السحب والقلص بنسبة 20% فبتقدر تقلص أو تسحب لحد 2728 كيلو جرام استهلاك السيارة للبنزين يا جماعة الخير أول شيء ساعة خزان البنزين هي 70 لتر السيارة تستهلك 10 لتر لكل 100 كيلو يعني لو حسبناها بحسبة بسيطة تقريبا سيارة مشيك حول 700 كيلو بالفل على حسب أداءك ودوستك تعالوا نشوف الآن تسيارة على الانفينتي كوك سيكستي وبحث وضعية السبورت أكيد ما نسيارة فيها عدة وضعيات الساعة القصوى لكيو اكس سيكستي 2024 بتكون 193 كيلو متر في الساعة محددة الكترونيا هذه كانت حلقة اليوم من الانفينتي كوك سيكستي إن شاء الله تكون عجبتكم وحبيتوا نقاط كلمنا عنها في حال انتحاد تشيري سيارة عائلية لا يفوتكم هذا العرض قلمت عنه وهو 1,2,3,4,5 وهو سنة مي مجانا سنتين خدمة السلام وتسليم ثلاث سنوات صيانة للانفينتي كوك سيكستي أربع أشهر لتأجيل بداية الدفع لسعر الانفينتي كوك سيكستي وخمس سنوات ضمان غير محدد الكيلو للتفاصيل أكثر بالنسبة للعروض على السيارة شوفوا الرابط الموجود أسفل هذا الفيديو وكيد لا تشوفوا تجربة تفصيلية للسيارة ولكن لم تكن سخطي في الأوبشن وشكراً لمتابعتكم ونحو الشعارة الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جدي سلام عليكم